منح الطالب ثائر سعد سليمان درجة الدكتوراه في اللغة العربية وآدى بها اختصاص لغويات بتقدير جيد جدا متحديا إعاقته البصري التي لم تمنعه من متابعة تحصيله العلمي هي قصة الباحث ثائر سليمان وحكاية عبوره نحو عالم المعرفة هذا الطالب تابعته منذ المرحلة الجامعية الأولى وقد كان طموحا حقيقة في المرحلة الجامعية الأولى وزاد طموحه عندما أصبح في الدراسات العليا كنت أدرسه واحدا من المقررات في مرحلة الماجستير سنة أولى مقررات ورأيت الإصرار في عينيه والصمود وتحدي كل الصعابة كل المشاق وكان مصرا دائما على تناول شاعر من الشعراء الذين تشد إليهم الرحال فكان وقوفه مع المتنبي وقوفا علميا صائبا سديدا تغذى من روح المتنبي وأخذ من روح المتنبي وأخذ من حكمة المتنبي وأخذ من طموح المتنبي كنت سعيد أن أناقش بحثا لطالب مشتهد طالب عصامي جار عليه الدهر في يوما ما وأصيب في فقدان بصره وهو في التاسعة أو العشرة من عمره ورغم هذا فهو كان لديه الإصرار لتحصيل العلم والتعليم طبعا البحث هو في اختصاص الناحو الصرف الرسالة أن الإرادة هي التي تصنع المعجزات وأتمنى من كل إنسان أن يمتلك إرادة قوي ليصلها إلى ما يريده في هذه الحياة أنا بشكر الوالد الوقف إلى جنبي كان دعم أساسي في مسيرتي وحياتي وكمان بشكر إخواتي كمان الوقف إلى جانبي وبشكر زوجتي كمان الوقف إلى جانبي وساعدتني في الحصول على المعلومات السليب الاستفهام في شعر المتنبي عنوان الرسالة التي قدمها سليمان للحصول على درجة الدكتوراه في كلية الأداب بجامعة تشرين مبسوط كثير وأنا دعمته بكل ما أملك يعني من جهد من مال من أي خدمة بدوياها يعني أنا قدمت له هي والحمد لله ساعته خلال مشواره بالدراسية كنت سجله وعمله تسجيلات فخوره كثير فيه هو سائر شاب طموح قدر يتغلب على إعاقته وعلى وضعه ويوصل للي يعني كثير عالم مبصرة ما قدر توصل للي وصله سائر إصابته بالإعاقة البصرية لم تمنعه من تحويل حياته إلى قصة نجاح ناتجة عن إرادة صلبة وإصرار على تحقيق الأحلام والوصول إلى الأهداف ترجمة نانسي قنقر